بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في هذه الجلسة في مجال الطراب طيف التوحد أسعد وأتشرف بتواجدي من خلالها معكم الأستاذ محمد بن أحمد الناصر للحديث بإذن الله تعالى عن بعض المهارات في مادة لغتي والتي نقوم بتقديمها لأبنائنا من ذوي الطراب طيف التوحد بالإمكان العودة إلى مثل هذه المراجع وهذه المحتويات من كتاب لغتي للصف الأول الابتداء وجود محتوى دائما نتحدث عن أهميته لأنه هو الذي سيستطيع إعطائي الكثير من الأنشطة والصور والكلمات التي من خلالها أعمل على تدريب الطالب ولا أرتجي المعلومات بشكل يومي أو أبحث عن مذكرة في المكتبة أو نحوه من المهم الاستفادة من الكتاب وهو ممتاز ومميز جدا بالإمكان تكرار عديد الأنشطة طباعتها بالإمكان الحصول على نسخة من موقعين الإلكتروني وطباعة نسخة من هذه الأنشطة وتكرارها عليه كل هذا يساعد في تدريب على هذه المهارات بشكل صحيح نبدأ على بركة الله عنوان حديثنا في هذه الجلسة تهجئة كلمات مكونة من ثلاث إلى خمسة أحرف كيف أعلم الأحرف الهجائية لطفلي هي أهم الترتبات التي تكون لدي قبل أن يقرأها ويتهجى مع بقية الأحرف أولا أسمي الحرف المستهدف وأقوم بتلوينه قراءة نص يحتوي على كلمات مركبة من الحرف المستهدف ثالثا قراءة الكلمات المركبة من الحرف المستهدف ثم يجرد الحرف من الكلمة قراءة الحرف بالصوت القصير والصوت الطويل ملاحظة الحرف وكتابته مفردا إذن نلاحظ في البداية يجب عليه حتى أصل إلى أن يتهجى هذه الكلمات من ثلاث إلى خمس إذن هذه الأحرف الثلاث إلى خمس يجب أن يكون تعلمها واتقنها بمعنى ربما لا أنتظر إلى أن يتقن بقية الحروف كاملة حتى أدربه على أن يتهجى هذه الأحرف ربما أحيانا يكون لدينا بعض الكلمات من الأحرف التي تعلمها مثلا وصلنا إلى مثلا دربت على خمس أحرف ست أحرف أبحث عن كلمات تتشكل من هذه الأحرف وأجعله يتهجاها مهم أن أجعله في البداية يتدرب في التأكيد حتى يعرف القراءة بشكل موجز نشير إلى قراءة الحرف وتدريبه على قراءة الحرف أن يقرأ الحرف مفردا بصوته ثم يقوم بتلوينه ثم بعد ذلك يقرأه ضمن كلمة ثم يقرأه بالصوت الطويل والصوت القصير يعني عندما يقرأه الصوت القصير نقصد فيه مثلا حرف الث تدرب عليه وكان فيها فتحة مثلا كلمة ثعلب يجرد الث من هذه الكلمة ويتبين له يعني ثعلب وهو صوت قصير ولكن عندما نريدها بصوت طويل ثا فإنها نبينها له وننطقها حيث ننطق الحرف ثا مفردا لوحده ثم ثا نمدها بمقدار حركتين يعني مقدار ثانيتين أو أقل يعني تكون الأهم يبين الفرق بين الصوت القصير والصوت الطويل من خلال نطقه مثلا ثا صوت قصير الصوت الطويل ثا كل هذا يساعد في إيصال هذا المعنى للصوت القصير والصوت الطويل حتى عندما نصل إلى التهجئة لا يأكل هذا الحرف أو ينطقه آ اللي هي الأحرف المد أو الواو أو اليا مهم جدا دائما هي في تهجئ الأحرف إتقانه لأحرف الأحرف بأصواتها القصيرة والطويلة والتي الأصوات الطويلة نقصد فيها حركات الأحرف المد التي هي الألف والواو واليا أما الحركات القصيرة المعروض لسأل الضمة و الفتحة و الكسرة فمهم جدا في البداية أن يتقن هذه بجميع أشكالها يتقن الحرف نفسه من خلال نطق بصوته تلوينه ثم استخراج الحرف من كلمة ثم تحليل يعني استخراج حرف الباء من كلمة كتب يقوم باستخراج الحرف باء يضع عليه دائرة حتى أتبين أنه أتقنه ثم بعد ذلك أجعله يتهجاه ضمن أحرف أخرى هنا نلاحظ مثال على أسمي الحرف ألونه قبل قليل تدريبه على حرف اللا و صوت حرف اللا لا يقوم بتكرار العديد من مرات حتى يتقنه نلاحظ بعد ذلك عند تدريبي على حرف اللا نقرأ العديد من الكلمات التي تشتمل على حرف اللا مثلا جلست لدينا وتدريبه على بعض الأحرف التي هو تدرب عليها نلاحظ أنها باللون مثلا الأزرق كلمة جلست تدرب عليها وأريد منه أن يتهجاه أنا من الأساس عند تدريبي على هذه المهارات أقرأ هذا النص له عدة مرات يعني أقرأه في المرة الأولى المعلم ثم أقرأه مرة أخرى وأجعله يردد من بعدي ثم أجعله يقرأ لوحده وأحيانا أجعله أكثر من مرة حتى يستطيعه قراءة هذه الكلمات من أول ما يقرأها خصوصا في بداية تعلمنا للأحرف حيث أنا أريد تدريبه في مثل هذه الصورة على حرف اللا ولكن أريد أن يقرأ الكلمة كاملة و يتبين له صوت اللا من بين هذه الأحرف مثل كلمة جلست يتبين له حرف اللا من خلال هذه الأحرف وتكون الأحرف الأخرى قد قرأها مسبقا جلست يقوم بقراءتها و يتهجاه و يقرأها ثم يقوم بتجميعها كذلك هو يتدرب على هذه الخطوة من خلال تحليل الكلمة يعني عندما يكتبها و يقوم بتحليل الكلمة إلى حروف ثم يعيد تجميعها هذا يساعد على تدريبه على تهجئة الكلمة و سنستعرض بعض الأنشطة في ذلك أقرأ الكلمات ثم أجرد الحرف مثل في هذا النشاط لدينا نستعرض كلمات من الأحرف التي هو تعلمها لماذا جلست يغسل لماذا جلست يغسل و هي تجتمل على حرف لا أريد منه أن يجرد الحرف في البداية أريد منه أن يجرد الحرف قبل أن نقوم بتجريد كلمات كاملة يعني إذا تعلم أكثر من حرف نجعله يقوم بيحلل جميع هذه الكلمات هنا نريد منه فقط أن يخرج حرف لا في البداية حرف لا يقوم باستخراجه من هذه الكلمات مثلا هنا لدينا لي لا قام باستخراج يعني قراءة الكلمة ثم جرد الحرف يغسلوا يعني بالتأكيد هذه الكلمة مثل يغسلوا هو يستطيع قراءتها من خلال تكرار هذه الكلمة عليه من خلال قراءة النص فيصبح من مشاهدته للكلمة يستطيع قراءتها وتذكرها من خلال كما ذكرنا قبل قليل تكرارنا للنص ثم هو يقوم باستخراج الحرف هذه الخطوة الأولى جردنا فقط الحرف الذي نريده وجعلناه يحاول تهجئة الكلمات من خلال تذكره لصورة يعني حفظه لصورة الكلمة هنا كما ذكرنا أميز بين الصوت القصير والصوت الطويل وهو المد لا لا لو لو لي لي يقرأ المعلم الصوت القصير في وقت قل من الثانية يقرأ الصوت الطويل بمقدار حركتين كل هذه العملية تساعد بأن يتهجى بشكل صحيح دائما نشاهد الطالبة عندما يتهجى هذه الكلمات أحيانا إذا كان فيها حرف الآلف والواو واليا يأكل هذا الحرف مثلا لو جاء أي كلمة فيها مثلا باب يقرأ باب لا ينطق حرف الآلف فمهم دائما تدريبه على كيف ينطق هذا الحرف هو سيساعد لعملية التهجي وتهجي هذه الأحرف بشكل صحيح كذلك أن يتدرب على كتابة الحرف وشكله في إذا كان أول كلمة وسط الكلمة آخر الكلمة حتى يستطيع كذلك تهجيئته بعد آخر هنا نلاحظ أرسم دائرة حول الحرف لا بنفس الطريقة نرسم دائرة ثم يقوم بكتابة هذه الأحرف هنا أستخرج من النص كلمات مبدوعة بالهمزة بمحاكاة النموذج الأول يكون لدينا نصوص ثم لدينا في هذه الكلمة يقوم بكتابتها إلى هنا أكون وصلت إلى نهاية حديثي في هذه الجلسة ولكن من المهم جدا لأولياء الأمور والمعلمين تكرار وتدريب العديد من المهارات على تهجيئة هذه الأحرف من خلال تكرار كتابة هذه الأحرف والكلمات وتحليلها بالعديد من الأنشطة بالإمكان طباعة العديد من الأنشطة من خلال تكرار النشاط في الكتاب طباعة عدة مرات في الموقع الإلكتروني على عين بإمكان تكرار هذا النشاط على سبيل المثال نشاهد أمامنا أقرأ ثم أكمل الحرف الناقص ثم أكتب الكلمة هذا يساعد بشكل كبير على تدريبه على كتابة هذه الأحرف وتعرف على أصواتها ثم كتابتها بالشكل الصحيح من خلال نطقها نلاحظ هنا حمل و كذلك لاحق تكون في البداية بشكل مضلل ثم منقطة ثم يكتبها كاملة بالشكل المضلل ثم يكتبها لوحده مفردا و يقوم بقراءة كل كلمة عند كتابتها كل هذا يساعد في إصال هذا النشاط و هذه المهارة من خلال التكرار و إعادة مثل هذا النشاط عليه في العديد من المرات هو الذي سيساعد بإذن الله تعالى على إتقاني لتهجئة الكلمات التي تكون من ثلاث إلى خمس أحرف ثم يتطور في القراءة إلى أن يستطيع قراءة الجمل بشكل يسير و بشكل سهل عليه إن شاء الله تعالى إلى هنا أكون وصلت إلى نهاية حديثي في هذه الجلسة شكرا لكم على طيبي المشاهدة سعت بتواجدي معكم الأستاذ محمد بن أحمد الناصر إلى الملتقى في جلسات قادمة إن شاء الله تعالى حتى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع و دائعه و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته